والله العظيم من الصباح اللي اللي قعدتها بس دموها الصب لانو ما شلت تتوقع بلدي ايش انهال شوفونا جارة كل ساحة قومة جايتنا كل ساحة شرطة من صميم العوز والحاجة لا غرابة ان يصبح الفقر جيشا ذلك الذي ما مر عام والعراق ليس فيه جوع انا داشتغل حتى نعيش يجنون المدرسة بها مستقبل واناك مستقبل بالعراق ذاك ابن خالطي راح تخرج وقعد بالبيت لا غرابة اذا ان يبدأ عام وينتهي بارض الذهب الاسود الغائب عن جيب اهله ولا غرابة ان نعد تقريرا عن حصاد اقتصاد لعام كامل بكثير من التناقضات فالبلد الذي يشعله الدولار ويقتل به الدنار مع منتصف شهر شباط بدأ سعر الصرف بالتذبذب في صيرفات بغداد مثقلا كاهل المواطن رغم انه سجل في نصف العام الحالي الاول وللمرة الاولى منذ خمسين عاما سجل رقما قياسيا في عائدات النفط حققت في شهر واحد من نصفه الاول اكثر من احد عشر مليار دولار ولك ان تشتد دهشة عندما يوثق العام نحو تسعة ملايين مواطن اي نحو ربع الشعب العراقي يقبعون تحت خط الفقر بنسبة بطالة وصلت في 2020 الى 14% ثم الى 16.5% في العام الماضي ثم الى نسب مرتفعة في كل محافظة من محافظة البلاد في العام الحالي مع ضربات اقتصادية موجعة زادت بفعل انسداد سياسي لم يستمع لأصوات من طعنوا بخسرة الفقر من حراك خرج يستنجد بانقاذ العراق وماله ومقدراته من بطون الفساد والاستغلال سجل العام الحالي دينا داخليا للحكومة في شباط وصل الى 68 تريليون دينار طغت ازمة الحرب الروسية على اوكرانيا بتداعياتها على ورقة العراق الاقتصادية سيم حاجته لمليوني طن قمح في اذار لتأمين سلته الغذائية ومع محاولة بغداد بالدخول في مشاريع الربط الكهربائي وانفتاح العراق على بيئة اقتصادية عربية واقليمية الا ان زيارة وزير الكهرباء الى ايران كشفت عن دين لطهران بنحو مليار وستمائة وتسعين مليون دولار وايران تلك قصة اخرى فيما يقال على لسان خبراء كشفوا ما تقدم عليه طهران من استغلال كهرباء وغاز وماء العراق سيم مع انشاء انفاق وسدود اثرت على موارده المائية البنك الدولي حذر من انخفاض نسبة الموارد المائية ليس بسبب التغيير المناخي فحسب بل بسبب سوء ادارة الملف المائي وتغول ايران وتركيا الذي يضاف الى ثقة للملف الاقتصادية ومع اشتعال الازمة السياسية دخل العراق في ورقة تصويت على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية خلال جلسة البرلمان في حزيران لسان الخبرة الاقتصادية لم يجد ما ينتفع به العراقيون من القانون الى انه قرار اقتصادي من جملة قرارات في مسلسل محاولات ايجاد حلول غائبة تنقذ الواقع الذي يلعب به الدولار من جهة والفساد والنفوذ ومصالح احزاب من جهة اخرى في العام الحالي كشفت حكومة الكاظمي السابقة عن وصول احتياطي النقد في العراق الى 85 مليار دولار لكن مصير العراقي ظل تائها بين الفقر والبطالة من جديد وزارة العمل كشفت في تموز كذلك عن عمالة غير شرعية تراوحت بين ربع مليون وثلاثمائة الف عامل اخذوا بحسب نداءات عراقيين مصادر رزقهم في تموز طعنة جديدة سجلت كذلك بتعرض نحو 17 مليون نخلة في العراق للموت على مدار 70 عاما كان اكثرها حدية بحق المنتج الوطني في السنوات الاخيرة بفعل الجفاف لغياب حلول تفتح بابا للاستثمار بحسب مركز عراق المستقبل الذي اكد ان اي صراع مع شركات اجنبية يقلل من الاستثمار بكل العراق في ايلول اكدت وزارة العمل ان اكثر من مليون واربعمائة وخمسين الف اسرة تتلقى راتب الرعاية الاجتماعية مع هذا فان للتناقض في الاقتصاد المنهاري في البلاد طريقه بان يسجل العراق في تشرين الاول المرتبة الاولى عربيا والثانية عالميا بتصنيفات صندوق النقد الدولي لنسب نمو مرتفع في الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاس خارت التي واثناء تقديمها احاطة حول وضع العراق في مجلس الامن قالت ان الفساد سمة اساسية في النظام الاقتصادي السياسي في العراق تشكلت حكومة السوداني لتعلن في منهاجها الوزري محاربة الفساد وتدعيم الاقتصاد وانقاذه بخطة عملية لم تتكشف فصولها حتى الان في تشرين الثاني اعلن السوداني استرداد نحو مائة واثنين وثمانين مليار دينار عراقي كوجبة اولى من مبالغ سرقة القرنة في الرابع من كانون الاول عادت حرب الدولار مشعلة حالة تذبذب التي بدأت مطلع العام ليغرق الدنار في سعر صرف غير متوقع ظل متأرجحا ما بين مائة وستة واربائين الى مائة وواحد وستين الف دولار لكل مائة دولار تذبذب بدد وعود البنك المركزي ووعود حكومية ما اعاد فجوة الثقة في الشارع بين المواطن وحكومته قبل هذا بشهر واحد وعد محافظ البنك المركزي بعدم مس سعر صرف الدولار مقابل الدنار لكن الواقع كان له رأي آخر والمواطن كان كذلك له قول آخر لماذا الورق ده يسعد بدون أسباب يعني 52, 54, 56, 59 خطيات البورصات أصحاب العمل شنو بستين شنو بمية وستين شنو بمية وثمانية وخمسين زينا هالعالم ش راح تاكل حاسوا طب للشورجة شوف كل فورجة الشورجة عام إذن لم تحل فيه أزمة اقتصاد متراكمة ولم تفل حكومات المتعاقبة بوعودها بمستقبل عراقي أفضل عام لم تقر فيه الموازنة عام أثقل الانتظار لدى العراقيين بعام جديد لا يكتسح فيه الفقر العراق بلد الذهب الأسود وبلد الخيرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر